على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم الحمد لله على فضله الصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد فهذه لقاعاتنا المتتابعة وعنوانها ديوان العرب انتهينا إلى النابغة الذبياني فحديثنا اليوم عن هذا الشاعر العربي الكبير الذي عد من رؤوس الطبق الأولى في الشعر العربي والمقصود شعراء العصر الجاهلي النابغة اسمه زياد من ذبيان القبيلة التي كان لها تلك الخصومة مع عبس وهم أبناء عمومة وهو أبواه جميعا من ذبيان أبوه وأمه أي أنه عريق النسب في قبيلته ويقال إنه أحد الذين حطهم الشعر لأنه كان مرموقا في قومه والشعر كما مر معنا كثيرا يرفع الوضيع ويضع الرفيع وأنا أعتذر للجميع لأنني تحدثت عن النابغة كثيرا في مواطن عدة فأعانكم الله على شيء مما يلزم أن يكرر لأن الموقف يفرضه قلنا إن هذا الشاعر العربي الكبير تضرب له قبة من أدم في سوق عقاف وسوق عقاف أشهر أسواق العرب تضرب له القبة ليفصل ويحكم بين الشعراء وحدثت له في ذلك مواقف عديدة أنشده الأعشاء وأنشدته الخنساء وأنشده حسان ولما أنشده حسان شعره لم يفضله على كثير من الشعراء قال حسان ولدنا بني العنقاء وابني محرق فأكرم بنا خالا وأكرم بنا ابنما لنا الجفنات الغر يلمعنا بالضحاء وأسيافنا يقطر من نجدة دمى لكن النابغة لم يضحى في ذلك الموضع الكبير مما أغضب حسان مما أغضب حسان فرضي الله عنوذ قبل إسلامه فكأنه نال من النابغة فقال له النابغة يا ابن أخي أنت لا تحسن أن تقول فإنك كالليل الذي هو مدرك وإن خلت أن المنتأ عنك واسع وهذا بيت في الاعتذار قاله النابغة في حق النعمان ابن المنذر وهذا البيت يعد من الأفراد في الشعر العربي في مقام الاعتذار حتى قال بعضهم هذا بيت لم يسبق إليه النابغة ولم يدركه فيه أحد والأمر كما قالوا نأتي لبعض أخباره كان له خبر مع المناذر وخبر مع الغساسنة مع العداوة المعروفة ما بين المناذر والغساسنة أول أمره كان يأتي إلى النعمان وحظي عنده حظوة ولقي عنده حظوة كبيرة حتى كان يعد شاعره الأوحد وكان النعمان يعطيه بلا حد حتى إنه ذات يوم وردت على النعمان مئة من الإبل سود ولم يكن في العرب أحد يملك بعيرا أسود غير النعمان فجاءته مئة بعير سود فقال له النابغة فيمدحه يمدح النعمان فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب حلفت فلم أطرق لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب فأعطاه المئة بكل ما يتبعها من رعاة وكلاب وغير ذلك مما جرت عادة العرب أنه يتبع تلك العطايا حتى بلغ به المجد وأنه كان يشرب في آنية الذهب والفضة لكن دوام الحال من المحال هذا المجد والعز الرفيع الذي ناله النابغة عند النعمان ما لبث عنه دخل فيه الوشات والحسات وحاله بينه وبين النعمان في أخبار ربما من الأسلم أن لا نذكرها ثم إنه انتقل إلى الغساسنا وهم ملوك وذو كرم ولا يبتعدون كثيرا عن مجد المناثرة فمدح الغساسنا وقال فيهم أبياتا خلدها الدهر كريني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب هذا المطلع ثم قال فيهم أبياتا عز نظيرها وقل مثيلها إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب تحيتهم بيض البلائد بينهم ويعطون بالريحان يوم السباسب وهذا أحد الأعياد يوم السباسب المقصود من هذا كله مدحه للغساسنا وقد خلد الذكر وقد خلد الدهر شعرا نابغا في الغساسنا ويعد من أفراد الشعر ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضرب تلازبي وهذا من بديع القول وهو الذي ختم به الأبيات التي مطلعها كلين لهم يا أميم تناصبي وليل أقاسيه بطيء الكواكب وأغدق عليه الغساسنا العطايا ما لبث أن النعمان رضي عنه فعاد إلى النعمان يعتذر إليه والقصيدة التي بين أيدينا أي المعلقة مطلعها يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبدي ثم أتى لأغراض عديدة وغاربها اعتذاره للنعمان قال فتلك تبلغني النعمان إن له فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد فضلا على الناس في الأدنى وفي البعد وقال وما أحاش من الأقوام من أحد إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية واحددها عن الفند وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد فمن أطاعك فأعقبه بطاعته كما أطاعك وادنله على الرشد ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على ضمدي إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمدي وحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمدي وحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمدي قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فحسبوه فوجدوه كما فألفوه كما حسبت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزدي ثم أخذ يذكر مدحه للنعمان قائلا أنبئت أن أبا قابوس أو عدني ولا قرار على زأر من الأسد مهلا فدا لك الأقوام كلهم وما أثمر من مال ومن ولدي نأتي لها للقصيدة ونعلق عليها كما جرت العادة أما المطلع فظاهر جدا أننا تكلمنا عن أقرانه كثيرة يا دار مية اسم المحبوبة يا دار مية بالعلياء في السند أقوت وطال عليها سالف الأبد ديار تغيرت وتبدلت لهجران أهلها لها ثم نأتي لمقام الاعتذار هم يقولون إن مقام الاعتذار لم يكن معروفا في العرب إن مقام الاعتذار لم يكن معروفا في العرب وأول من أدخل هذا الغرض في الشعر العربي هو النابغة الذبياني كما أنهم يقولون فيما يزعمون أن العرب أو الشعراء العرب لم يكونوا يتكسبون بالشعر وإنما الشاعر كان يقول ما يقول مكافأة لذلك الملك الذي وصله لا من باب الاستجداء أو مدحا له لصنيعة فعلها كما فعل الزهير مع هارم بن سنان لما سعى في الصلح أما أن يستجدي الشاعر بشعره ويطلب عليه العطايا يقولون قبل النابغة لم يكن هذا معروفا وهو الذي فتح هذا الباب وجعلوا هذا الأمر قد حط من قدر النابغة وهذا رأيهم وهو أعلم بحاله لكنه نال حظوة كبيرة بطريقته تلك وغبطه الشعراء عليها ثم بعد ذلك نرى أن الشعر العربي يكاد أكثر شعرائه نهجوا منهج النابغة فأخذوا يتكسبون بالشعر وأنت إذا سمعت أو مر عليك قول جرير أتصح أن فؤادك غير صاحي عشية أهم صاحبك بالرواحي تقول العاذلات على كشيب هذا الشيب يمنعني مراحي يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراحي ثم يبدأ يستجد بشعره وسيأتي تفصيل هذا أفضل أنا نتعجل في حديثنا عن الشاعر الكبير جرير في العصر الأموي نعود إلى النابغة فقال في أبياتي هذه يخاطب النعمان قال ولا أرى فاعلا في الناس يشبيه أي أن ملك النعمان كان ملكا عظيما ولا أرى فاعلا في الناس يشبيه ولا أحاشي أي ولا أستثني من يعني ولا أستثني أحدا ثم استثنى قال إلا سليمان يقصد نبي الله سليمان وهذا يدلك على أن الحرب بالرغم أنهم ليسوا بأهل كتاب لكن كانوا على طلاع على شيء كثير من أخبار الأولين إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية واحددها عن الفند الفند الخطل الخطأ سواء في الرأي أو في القول وفي القرآن لولا أن تفندون يعني لولا أن تخطئون واحددها عن الفند وخيس الجن وهو هذا يدل على أن النابغة كان يعلم أن سليمان عليه السلام كانت الجن مسخرة له إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية واحددها عن الفند وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمدي فيقول هذه المدائن الكبرى والأبنية التي يعني يغلب على الظن أن البشر ليس لهم قدر على بنائها إنما بنتها الجن والجن عالم آخر وهم المقابل للإنس وفي القرآن يسمى كل من الإنس والجن بالثقلين قال الله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان لكن الله قضى وحكم أنهم يروننا ولا نراهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا من حيث لا ترونهم ولأنهم مخفيون جاءت عنهم أساطير كثيرة في شعر العرب ولعل الله يكتب لنا أنه خصص شيئا من ذلك عنهم في الحديث إذا تيسر لكننا لا نعد والمقصود من هذا وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمدي هذا كلامه عن ملك النعمان ثم أخطأ فنزل من هذا الملك الذي هو ملك سليمان الذي وقد استقر في الأذهان عظم ذلك الملك إلى قوله للنعمان وحكم كحكم فتاة الحي فتاة الحي هذه مرأة من السوقة وحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارج الثمد الثمد الماء القليل وهناك منطقة في بلادنا المباركة اسمها الثمد غير بعيدة عن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت متجه في الشمال الغربي قال وحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارج الثمد هذه يعني فتاة أو امرأة حادة البصر قد تكون زرقاء اليمام وقد تكون غيرها كانت مستلقية على ظهرها فرأت حماما صراعا يمضي والحمام في جو السماء حسبته وكان عندها حمامة قالت هذا الحمام زائد نصف هذا الحمام نصف عدده مع حمامة مئة فالناس شغفوا يعني ينظرون هل صدقت أو كذبت فأخذوا يتبعون الحمام حتى وصل الحمام إلى مقره ونزل إلى الماء الذي ينشده ويطلبه فحسبه فألفه كما وجدت وجدوا ذلك الحمام ستا وستين حماما إذا أضفنا إليها النصف الذي قالته أصبح تسعا وتسعين مع حمامتها أصبح مئة هذا الحدث فيه شيء من الطرافة فيه شيء من الغرابة لكن لا يقال هذا للملوك فإن مراعاة الحال مراعاة من تتكلم معه لا بد للعاقر أن يستصحبه ولا يمكن أن يقال للملوك ما يقال للسوقة ولا يقال للعلماء ما يقال للسوقة كل أحد له طريقة في الخطاب معه ومن قدمة ذلك الأبوان يخاطبان بما لا يخاطب به غيرهما إجلالا وتعظيما وبرا كما أمر الله تبارك اسمه وجل وجل ثناؤه فخفض الجناح لهما عبادة شرحية يتقرب بها إلى الله وطاعة ولاة الأمر مما تعبدنا الله عز وجل به وطاعة العلماء فيها إجلال للدين وهكذا وطاعة الجار فيها صلة أمر الله عز وجل بها وطاعة الصديق فيها مراعاة للعهود والذمم والحرومات كل أحد له حق على غيره كل أحد له حق على غيره حتى نجتمع جميعا في حق الإسلام الذي هو أعظم الحقوق حق المسلم على المسلم كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم لكن نعود إلى النابغة فنقول أخطى في هذا الشأن وحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت ثم بعد ذلك أخذ ينبئ إلى الاعتذار كرة أخرى يقول انبئت أي أخبرت ولا يقال النبأ إلا في الخبر العظيم انبئت أن أبا قابوس أبو قابوس هذه كنية النعمان كنيته أبو قابوس انبئت أن أبا قابوس أوعدني أوعدني بمعنى تهددني ثم قال ولا قرار على زئر من الأسد يعني لا يمكن أن يطيب المقام لأحد يسمع زئير الأسد شبه النعمان بماذا بالأسد وشبه تهديد النعمان وما كان من توعيده له بزئير الأسد شبه وعيد النعمان بالزئير وشبه النعمان بالأسد انبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زئر من الأسد هذا البيت جرى مجرى المثل كلنا نعلم أن الحجاج بن يوسف الثقفي القائد والأمير المعروف كان قريبا جدا وذا حظوة عظيمة عند عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي الشهير وهو الذي مكن أي عبد الملك للحجاج في الأرض والحجاج كان أحد أكبر الأسباب في تثبيت ملك بن أمية ولهذا لما حظرت الوفاة عبد الملك قال يوصي ابنه الوليد يوصيه بالحجاج خيرا فقال فإنه وطد لنا المنابر وطد لنا المنابر يعني يعاننا على تثبيت ملكنا المقصود غضب الحجاج غضب عبد الملك على الحجاج غضب عبد الملك على الحجاج بلغ ذلك الحجاج بلغه أن عبد الملك غضب عليه فكتب إليه أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسدين معنى ذلك أن البيت أصبح يجري مجرى مجرى المثل وإذا ما دمنا الآن في قضية عبد الملك والنابغة نتوقف عن الحديث عن الشرح ونعود لقصة أخرى الشعبي أحد كبار التابعين رحمه الله دخل على عبد الملك بن مروان وعبد الملك كان ذا هيبة أعرف كيف يضبط ملكه قال الشعبي دخلت على عبد الملك وعنده رجل لا أعرفه فسأل عبد الملك الرجل من أشعر الناس فقال الرجل أنا قال الشعبي فأظلم ما بيني وبينه فأظلم ما بيني وبينه فقلت من هذا يا أمير المؤمنين قال فعجب عبد الملك من تعجلي قال هذا الأخطل فقال الشعبي قال أشعر منه من يقول وأتى بأبيات للنابغة دون أن يقول من قالها فقال الأخطل نعم يا أمير المؤمنين النابغة أشعر مني نعم يا أمير المؤمنين النابغة أشعر مني والأخطل على نصرانيته فحل من فحول الشعراء بلا مريا وقد أكثر في مدحي بني أمية شمس العداوة حتى يستقاد لهم وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا هذا من مدحي لبني أمية نعود للنابغة النابغة يذكرون أنه دخل المدينة وقت أن كانت تسمى يثرب وذكر فيها أبيات جاء في بعضها إقواء تخالف الحركة الحركة التي قبلها قال زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك أخبرنا الغراب الأسود مع أن الأبيات كلها بكسر الدال لكن هذا البيت لما ضم الدال لأن الأسود هنا جاءت صفة للغراب والغراب هنا فاعل زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك أخبرنا الغراب الأسود لكنه لهيبته في الشعر كما يوجد ملوك ذو هيبة يوجد علماء ذو هيبة يوجد شعراء ذو هيبة فلما قال ذلك لم يستطع ويجر أحد أن يرد عليه لكنهم عمدوا إلى جارية تغني وأعطوها هذه الأبيات لتغنيها بين يدي النابغة فلما غنتها وتمد في اللحن على طريقتهم أنا ذاك نسأل الله العافية فلما مدت تبين له وعرف أنه أخطأ فخرج بعد أن عدل البيت وقال دخلت يثرب وفي شعري بعض العاهة دخلت يثرب وفي شعري بعض العاهة وخرجت منها وأنا أشعر الناس وخرجت منها وأنا أشعر الناس يمدح نفسه هذا النابغة في قصة عبد الملك مع الشعبي تتمتها لما اعترف الأخطأ أن النابغة أشعر منه قال الشعبي لعبد الملك يا أمير المؤمنين إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ذات يوم من بيته فوجد وفدا من غطفان وغطفان منهم من منهم النابغة لأنه من ذبيان وذبيان من غطفان فقال لهم أي عمر يقول لوفد غطفان أي شعرائكم الذي يقول أتيتك عاريا خلقا ثيابي على خوف تظن بي الظنون فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخون قال النابغة قال فأي شعرائكم الذي يقول حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب قال النابغة قال فأي شعرائكم الذي يقول فإنك كالليل الذي هو مدرك وإن خلت أن المنتأ عنك واسع قال النابغة قال هذا أشعر شعرائكم ولا ندري والله نتعجب من قدرة الشعرية للنابغة أم من حفظ أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أرضاه لهذه الأبيات والطلاع على أدب العرب قد يقول قاهل أنت الآن تحفظ وتقول لكن ليس يدينا من المهام نحن مشغولون بالأدب مشغولون بالعلم بدهي جدا أن نحفظ هذا الشعر هذه الكتب التي بيندي هذا الشعر والشعراء لابن قتيبة وهذا شرح المعلقات هذه حياتنا جزء منها الأدب وأكثره لله الحمد في التفسير والقرآن لكن هذه صنعتنا إن صح القول لكن أمير المؤمنين كان مشغولا بالأمة كلها ومع ذلك بقي كثير من الشعر يحفظه رضي الله عنه وأرضاه هذا ما تيسر حول الشاعر العربي الكبير النابغة الضبياني قلنا إن اسمه زياد ومطلع معلقته يدار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد الآن بقي أن نقول أن اللقاء القادم بقي لنا شاعران من المعلقات عبيد والحارث بن حلزة سنجمعهما في حلقة واحدة ثم بعد ذلك نتابع الشعراء الأولين والمخضرمين والشعراء الفوارس وجرير والفرزدق والأخطل والمتنبي وأبي تمام إن شاء الله وتعالى وهكذا حتى ننتهي إلى أمير الشعراء أحمد شوقي لكن بضاعة الحارث بن حلزة وبضاعة عبيد ليست كثيرة في الأجل ذلك سنجمعهما في حلقة واحدة كحالة استثنائية إن صح التعبير هذا ما تيسر والحمد لله رب العالمين يا دار مية بالعلياء فالسند أقوة وطال عليها سالف الأمد بطيبة رسم للنبي ومعهد منير وهل تعف الرسوم وتهمد يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصهر في عين العظيم العظائم وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحار وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل لو أن في شرف المأوى بلوغ منا لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر